ما التأثير الذي ستحدثه مباحثات الوفد الأمريكي مع المسؤولين الأتراك في أنقرة بشأن المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا إلى إنشائها في سوريا ما طبيعة هذه المنطقة الآمنة؟ وأي مقابل سياسي ينبغي على أنقرة أن تقدمه من أجل إنشائها؟ ما خيارات تركيا في التعامل مع الهاجس الأمني الذي تسببه وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا إذا ما أخفقت في إقامة المنطقة الآمنة؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان تركيا والمنطقة الآمنة في شمالي سوريا ترجمة نانسي قنقر